شهد مسرح البحرين الوطنيين طلقت عمال الملتقى الوطنية الرابعة للتراث الثقافي غير المادي بحضور عدد من المسؤولين بهيئة الثقافة إلى جانب تواجد عدد من الشخصيات الثقافية والأعلمين والمهتمين بشؤون التراث والأثر في مملكة البحرين ويسعى الملتقى إلى إبراز دور التراث الثقافي غير المادي في المجتمع البحريني كونه مرآة عاكسة لتاريخ وثقافة شعب مملكة البحرين تفاصيل الملتقى في سياق التقرير التالي نظمت هيئة البحرين للثقافة والأثار نسخة الرابعة للملتقى الوطني للتراث الثقافي غير المادي بحضور عدد من المهتمين والمفكرين بالتراث الوطني والذي تناول في نسخته الرابعة أربعة عناصر تراثية غير المادية وهي فن المرادة، فنون واحتفالات الزواج، فن الصوت، فنون واحتفالات الأطفال نحن في كل عام نتميز كل نسخة من الملتقى بأخذ عناصر مختلفة من التراث الغير المادي في هذا العام ارتأينا استعراض عنصر فن الصوت، فنون الاحتفاليات الأطفال، الزواج، وأيضا فن المرادة هذه المرادة فن جميل ويتكلم عن البحرين عن شكثر يوصف عن البحرين، عن ثياب البحريني النشل، عن عيون الماء، عن النخيل، عن السفن والقوارب الصيد عن القهوص، عن الألم اللي صيد النساء، لأنها يقاني النساء، يعني المرأة وقد شارك في الملتقى عدد من الشخصية الثقافية والمهتمين بشؤون التراث البحريني حيث تطرقوا إلى عدد من المواضيع، من بينها أهمية صون وحماية التراث الثقافي غير المادي في مملكة البحرين تراث القير المادي يعتبر جزء من تاريخ الوطن، وبصمة من بصمات الهوية فاهتمام الجيل الجديد أو الناشئ به، الأمر لا يتطلب أن تخليهم يمرسونه إنما ينظرون إليه بالتقدير ويأخذون القيم اللي فيه هذا الملتقى يهدف إلى الحفاظ على موروثنا بشكل عام وحركاته وقناعه وأيضا ملابسه وكسسواراته إلى آخر من هذه الأشياء التي ترتبط بهذه الفنون إلى جانب أيضا نحن سياحين نعرف بهذا التراث ونعرف بهذا الفن يدفوها على السيف، يدفوها على السيف، كلها صبيان، تير المياديف، تير المياديف ينأخذهم لا تصلب عليهم، ترى البحر مالح وقصبا عليهم، ترى حبال الغوص، شقق يديهم، يعني تعكس ارتباط المرأة وعلاقاتها بنجاح هذه المواسم الغوص ويسعى الملتغى إلى أبراز دور التراث الثغافي غير المادي في مجتمعنا البحريني كونه مرآة عاكسة لتاريخ وثغافة شعب البحرين وذلك عن طريق إثراء البحث العلمي بما يتعلق بالتراث الثغافي وفقا للتعريفات والالتزامات المذكورة في اتفاقية اليونسكو لعام 2003 والترويج عن المشاريع التي تغوم بها هيئة البحرين للثغافة والآثار وما تغوم به من جهود جبارة للحفاظ على استمرارية التراث غير المادي بوصفه عاملا رافدا للتنوع الثغافي في مملكة البحرين بناء على تحقق النجاحات في النسخ السابقة تتواصل أعمال الملتقى للتأكيد على التزام مملكة البحرين في اتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث غير المادي ورفع وعي المجتمع في الحفاظ على التراث وصونه طلعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين